الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضو بعليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين لهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيبوا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من طبيب إلا ولها كتاب نعلم ما تسبق من أمة أجلها وما يستغفرون وقالوا يا أيها الذي نسل عليه الضدو إنك لمجنون لما تبقينا بالملائكة من كوتا من الصادقين ما نسل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلى المنظرين إلا نحن أسلنا الذكر وإلا نقول حافظون ولقد أرسلنا من قبل كبير شعي الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون كذلك نسلقهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد وللسون تلوحنين ولو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه عدو جنون لقالوا إنما سكرت بصرنا بل نحنهم مسؤون ولقد جعلنا في السماء موجا وسيناها للناطرين وحفظنا ذا منها كل شيطان مريد وحفظنا ذا منها كل شيطان رجيم إلا من استرض السماء فانبعهم شهاد مبين والأرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها منها كل شيء مرزورا وجعلنا لكم فيها معايشة وقلستن له براسقين وإن من شيء إلا عندنا خسائله ومن نسله إلا بالقدر معلوم ومن نسله إلا بالقدر معلوم ومن نسله إلا بالقدر معلوم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعبت عليهم ويرم الطوب عليهم ولا الله الحين آمين وإن من شيء إلا عندنا خسائله وما نسله إلا بالقدر معلوم وأقسلنا الرياح الواضح فعوزلنا من السماء من السماء فأسطينا كله وما أملطن له بقاسدين وإن لا لنحن رحيم الميت ونحن الوالثون ولقد أرسلنا من قبلك وإن لا لنحن رحيم الميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقبين منكم ولقد علمنا المستقبين وإن ربك هو يحشره إنه حجيم عليم ولقد خلقنا من رسال ونعلم ولقد خلقنا من رسال من صلصال من حمي المسنون والجان خلقناه من قبل من دار السنون وإذ قال إبراهيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق مشر من صلصال من حمي المسنون فإذا سبيتم ونفقت فيه من روح فقعوا أمسادتهم فسددا للملائكة كلهم أجمعون إلا إبني سأبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبني سما لك ألا تكون مع الساجدين قال أبنك ليسدد ببشر إن خلقته من صلصال من حمي المسنون قال أطرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب وأوطرني إلى يوم البعثون قال فإنك من المطرين إلى يوم العقد المعلوم قال رب بما أغويتني رب بما أغويتني لم أزين أنهم في اللطف ولن أغوين لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا شراط علي المستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الراضين وإن جهنم لهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باقي منهم جزء مقصور